وبمحطتنا الأخيرة مشاهدينا رح نحكي فيها اليوم عن أنشطة البازارات اللي بتشكل فعلا حالة من الدعم وخصوصا الأعمال اليدوية واليوم قديش عم نتعطي تشجيع لعروض الشراء والبيع هاي البازارات يا رشان أكيد يا ليلى خلا نقول البازار هو فرصة لعرض المنتجات بشكل عام كان يدويين كان مصنوعات اللي موجودة ضمن البازار رحنا اليوم عم نروح لتحريك العجلي الاقتصادي لفتح منافذ بيع اليوم هذول البازارات عم يكونوا مشاريع لأصحابهم عم يكونوا اللي هنون ممكن تكون باب رزق لأي لهم ولنانس كتير بحقيقاتهم اليوم رح نحكي عن البازار أهميته واليوم شوف فائدته على المجتمع والفرد واليوم رح نخص البازار اللي رح يصير بتسعة وعشرة وإدعش الشهر من منظمة البازار وضيفتنا لليوم اللي رح تخبرنا أكتر هي السيدة نانسي العجلي نانسي صباحة نانسي صباحة نساعد صباحة نساعد صباحة خلينا بالبداية نحكي عن التحضيرات للبازار بازار سيف 24 البازار بيبلش بتسعة الشهر بفندق جولدن المزة مكان جديد وقتل جديد البازار السيف دائماً له طابع حلو بالألوان بالرسومات اللي بيكون فيه بالطابع السيف اللي فيه تفاؤل فإن شاء الله بيكون بازار حلو والحمد لله المشتركين عندهم عاملين منتجات فعلاً رائعة جودة عالية شغلات كتير مميزة والشي الحلو أنه هي كلاياتها هاندميد مصنوعة بأيدي سيدات سوريات مانا موجودة دايماً بالأسواق فدايماً عبيكون البازار هو فرصة لحتى العالم تجي وتشتري وتشوف هذا الإنتاج كونك ذكرتي اليوم المشاركين خلينا نتوسع أكتر نحكي اليوم شو أكتر شي رحي نعارض خلينا هيك نشجع اليوم بصباحنا غير شو أهم شي مميز ممكن نروح نلاقي بهذا البازار هلا أكتر شي عم بيكون الأعمال يدوية مثلاً في عنا الخشب المرسوم بالإيد مثلاً السنديق التحف الإيشاني في عنا السنديق اللي عم تكون صدف والموزيك الشرقيات الحلوة حتى عم بيضيفوا طابع أنه مو الشرقيات التقليدية اللي منعرفها لا هي عم بتكون عم بيعملولها طابع موديرن مثلاً عم بيدخلوا مع البليكسي عم بيدخلوا مع الانحاس فعم بيكون فيه إلا شي مميز غير اللي موجود بالسوق عم بيكونوا سيدات مثلاً مهندسات أو شي عم بيصمموا ديزاينات خاصة يعني حتى مثلاً الخشب مع الصدف عم بيعملوا مثل شناتي صغيرة فعم بيكون كتير يعني شغلات مميزة في العبايات اللي عم بتكون مرسومة الشناتي حتى الأمسان الجواكيت الجينز مثلاً يرسموا عليها يعني صراحةً عم بيكون في إبداع كتير حلو الأكسسوار عم بيكون فيه عطور عم بيكون فيه كريمات سابون شمع حجابات شاء الله ما انسى حدا يعني عن جد عم بيكون فيه شغلات كتير حلوة حتى فيه سيدات عم بيشاركوا بيمونة بيتية يعني يعني عم بيكون شي كتير حلو شغل بيتهم أو شغل الضيعة مثلاً عم بيكون شي كتير حلو وميز بديزاينات حلوة وأكيد شي نضيفه مرتابة طب اليوم هاي البازارات قداشش إلى أهمية كتير كبيرة بحيث تشجيع على الصناعات اليدوية اللي بتحتوية وأيضاً تشجيع السيدات مثل ما ذكرتي أنه في سيدات عم تشارك بأكل بيتي في الإكسسوارات وشفنا كتير صبايا عم يعملوا مشاريع لحتى يعود لقلهم بالنفع المادي لحتى يكونوا هنون يمكن ما يحتاجوا حدا هنون مسؤولين عن حالهم بمصروفهم الشخصي خلينا نحكي أكتر عن هالفترة اللي عم بيكون فيها التضخم وعم بيكون فيها ارتفاع الأسعار الكبير فكل فرد بالعيلة هو صار مثل مسؤول يعني عن احتياجاته وعن تأسيي الشغل إله ففي شباب كتير عم بيدرسوا بالجامعات فعلاً عم بيفتحوا شغل في عندي حدا بيشارك عطور هو كمان طالب جامعة في عندي شباب عم بيعملوا شي مثل أغلفة للابتوب أو للموبايل بديزاينات معينة كمان هاي فكرة كتير جديدة وهن شباب كتير ماشاء الله عم بيعملوا يعني أساس حلوة في عندي صبايا كمان عم بيعملوا كروشي عم بيعملوا الشناتي اللي من اللولو هاي كتير تريند هلأ أو الكروشي يعني في شغلات كتير حلوة بقلاً أنا بالمشتركين كل مشترك فيه لقصة وفي كل طاولة فيه لحكاية وفيه بيت عم بيكون من أفاهي الطاولة يعني عم بيكون مفتوح فيه سيدة مسؤولة مثلاً عن أيتام فيه فكتير يعني الحمدلله عم بيكون فرصة هو يعني دايماً المشروع الصغير بشوية دعم بيصير مشروع كبير وبيصير هذا يعني مثل بيطعم اقتصاد البلد أكيد فأكيد يعني إن شاء الله بيكونوا موفقينه أنا بفتخر فيهم كل المشتركين إنه دايما مشاريع أحياناً عم بتكون صغيرة من اللي بلشت معنا من 12 سنة وهلأ ما شاء الله عندهم محلات وعم بيبلشوا يصدروا عم بيكونوا موجهة كتير حلوة للبلد أكيد اليوم هذا البزار إنه فرصة يعني وخاصة خلال السنوات الماضية غنى شدنا يعني خلق كان ولادي لمشاريع جداً كانت بسيطة واتطورت وهي يعني تم خلينا نقول الشباب اشتغلوها من الحاجة ولكن اليوم صارت مصدر لإيلون وصارت بوابة لحياتهم طيب اليوم ثلاثة يوم أنشطة عرض بازارات هل رح تكتفوا فقط بعرض المنتجات أم أنت اليوم مخضرة شوية أنشطة تشجيعية للناس ولمشتركين هلأ حيكون أول يوم في عرض ميلوية على الساعة الستة فالي بحب كمان يجي ويشوف على السنة الهجرية كافتتاح للبازار وبس هلأ حالياً نحنا منركز أكتر مثلاً حيكون في يوتيوب حيكون في يعني التلفزيونات عم تصور نحنا بيكون هدفنا الأساسي بالبازار أن العالم نسوق لهذه المنتجات حتى تبيع وتحقق دخل من هذا البازار طب خلينا نحكي شوي عن التحضيرات بشكل عام اليوم أو الأفكار وقت اللي بيتم فكرة تحضير للبازار كيف عم بتتم من الأشخاص اللي عم يشاركوا بهذا الشيء أكتر ومن الأشخاص اللي عم يدعم وكيف عم تستقضبوا الأشخاص اللي هنون عندهم هاي المواهب أو حتى هاي الأعمال اليدوية بشكل عام الحمد لله نحنا بلشنا وتقريباً صلنا 12 سنة فمن 12 سنة لأهلأ صار إلنا مشتركين دايماً صار إلنا الحمد لله اسم وفي عنا مصداقية يعني لعنا موقت تشترك معنا تعرف أنه نحنا فعلاً ملتزمين أنه نعمل دعاية ملتزمين بمكان مرتب فالحمد لله العالم هي المشتركة بتفتل هي وبتدور على الشركة اللي بتكون صادقة اللي ممكن تحقق لها فعلاً مردود منيح بيها المشاركة تبعاً بالإضافة لأنه نحنا كل شهر عم يكون في إلنا بازار فالعالم اللي عم بتزورنا هي عم بتحب أنه تشارك معنا بالمرات الجاي وتخلق فرص إلى حتى تشتغل طيب اليوم ننصي عم نحكي عن 12 سنة يعني عمر من التجربة بموضوع البازار وبكل سنة أضفتي شي جديد على تجربتك الماضي خلينا نحكي عن الفروقات من 12 سنة هلأ شو أضفتي شو أكتر شي هتمتي فيه أو ركزتي عليه هلأ من 12 سنة لهلأ يعني يمكن بكل سنة فيه تغيرات عم تصير من طريقة الأعلام من طريقة المشتركين مثلا كنا من قبل كتير يهتموا العالم بالأعمال اليدوية بالقصص الغالية هلأ بتحسي مثلا الأعمال اليدوية كمان بس عم بيدوروا العالم شوي على اللي سعره ما كتير غالي ما كتير فيه يدفعوا هلأسعار عم بيكون مثلا طريقة الدعاية كانت من 12 سنة غير هلأ يعني هلأ مثلا صرنا عم نعمل على الأنستاء على الفيس في عندك يوتيوبر مثلا أنه لا زني شي في عنا الإخبارية دايما الإخبارية للصراحة من 12 سنة وهي دايما بتدعمنا تسلميني فدايما يعني هذول يعني فيه اختلافات كثير فبقلنا أنني مثلا اشتغل من 12 سنة وقطع هالفترة رجاء هلأ بده يشتغل كثير حيلاقي فروقات يعني كأنه يعني معد فيه شي مثل قبل أبدا يعني حتى مثلا حاجة السوق الشي اللي كان العالم تفطل عليه مثلا دايما تاخده مثل ضروريات هلأ معد هيك نفس الشي فحتى احتياجات المستهلك مثلا اختلفت 12 سنة له هلأ طيب اليوم أكيد مثل ما ذكرت فيه يمكن فئات وأعمار متفاوتة بهي البازارات مشاركة حتى فيه شباب عم بتشارك فيه اليوم شو أكتر الأعمار اللي هي فعلا عندها شغلات مميزة عم تعملها هل فيه أعمار صغيرة عم تشارك بهي الأعمال اليدوية بالبازارات فيه صبايا ولا صغار كتير بيجوني من المدرسة يعني وهلأ خاصة أنه بازار السيف عطل المدارس بيحبوا يجوا أنا كتير بمبسط فيهم صبايا يعني صف سابع صف تامن عم بيعملوا أكسيسوريز على إيدون وبيجوا ببيعون فكتير أنا بتبسطوا عم بيعملوا أفكار حلوة فعلا يعني وعم بيعملوا شي مميز دائما بالتوفيق ويعني أكيد برافو عليهم لأنه يعني هو مو مجرد أنه شي بسيط عم بيعملوا هلن عم بيتحملوا مسئولية هلن عم بيفكروا لا يعملوا شي جديد هنان يعني عم بيتحدوا حتى عالم كتير كبار مثلا بهذا المجال وعم بيحققوا ما شاء الله يعني ربح وبيقول برافو للعائلة يعني اللي هيك عم تدعم الصبايا لحتى يكلها كيانة ويكلها أنه هيك نشاب تشتغله يعني برافو بالعكس كتير يعني بتمنى تجوا وتزورونا بالبازار لتعرف وقضيب الشغلات حلبة طب نانسي اليوم حضرنا كتير معارض فعليات كنا نشوف فيه سيدات عم بيعلموا ضمن المعارض يعني تيجي وخاصة يمكن كان فيه معارض بأجامعة كان فيه طلاب جامعة يتعلموا على أيدي سيدات ورجال أعمال يدوية كرمال يفتتحوا هاد المشروع الصغير هل اليوم ضمن البازار ممكن نشهد هاد النشاط هلأ فيه سيدات اللي بيشاركوا عندي بيعملوا دورات مثلا مثل المكرمية بيعلموا مثل الكروشي وهالدول الأساس بس ضمن البازار يعني ما انه جو رايق لحتى حدا يقدر يتعلم عرفتي كيف بس هو الفرصة اليوم فممكن فرصة اي لأي حدا جاي يبدو يتعلم انه مثلا يتعرف على حدا يعلموا او انه مثلا وين تعلموا يدلوهم على الطريق اي ممكن بس كأنه جو للتعليم لا لأنه هو يعني صراحة فرصة ثلاثة أيام لحتى يصير فيه بيع فما فيك التعليم بده شوي جو هادي جو شوي غير جو البازار خلينا نحكي شوي عن نشاطاتكم القادمة شو بعد هذا البازار شو في نشاطات ممكن انه تقوموا فيها هلا بازار الشهر الجاي ان شاء الله كمانا باول شهر قاب كمانا حيكون بازار السيف وفي عنا بشهر عشرة نعمل وعلى الميلاد اكيد منعمل كمان وبشهر ايداعش يعني عم بيكون فيه دائما وقت المناسبات بيكون البازار قبل المناسبة وبياخد طابع هاي المناسبة مثل بازار الميلاد بازار عيدو الامحة بيكون حتى يعني المنتجات مناسبة لهي المناسبة مثل الهدايا حتى هلأ مثلا فيه هدايا للحجاج فيه هدايا للمغتربين اللي حابين مثلا ياخدوا شيء على الطابع السوري ففيه شغلات كتير حلوة وحتى مثلا فيه عنا مشتركين عاملين التطريز الفلسطيني هنا النادي فتيات فلسطين فهذا كمان كتير مميز وكتير شغل حلو فإن شاء الله يعني فيه شغلات حلوة كتير ومميزة طيب ناسي اليوم عم نحكي نحن عن بازار شهري يعني بالسنة عندك 12 بازار بقدر بيكون لا هلأ هلأ هنأألم من 12 لأنه فيه أشهر أنا ما بعمل فيها ما بيكون في المناسبات غير المناسبات هلأ مثل شهر خمسة بيكون مثلا لا هو صيف لا هو الشدة ما فيه يعني أحيانا بيكون بدك مثلا شدة حتى يكون فيه منتجات من الصوف أو الصيف أنا هذا السؤالي لألك أنه أنت ما بخافي تقع بالتكرار للمنتجات كونه أنت اليوم عجلة مستمرة بهذا البازار فأنت اليوم والناس عم تيجي تشوفك وصار أكيد عندك رواد لهذا البازار هلأ التكرار لا نحن شيء من بعد عنه لأنه عندي أنا مشتركيني دايما بيعرفوا دايما البضاعة اللي بتتكرر كتير العالمة بتحب تلفت نظرة لو هي حلوة العين بتتعود عليها فدايما عم بيكون بكل بازار فيه منتجات جديدة فيه عم تاخد طابع هذا الشهر أو هاي المناسبة اللي هي فيها مثل هلأ مثلا بالصيف عم بيكون ألوان مميزة ألوان ضهجة غير مثلا بازار الشتاء أو بازار عيد الأم اللي بيكون ألوان طابع هدايا عيد الأم فكل شهر عم بيكون فيه ألوان طابع مميز هو عم بيفرض جو العام تماما أكيد بالختام نتشكر حضورك معنا ومنتمنى لك التوفيق لك ولكل الشباب والصبايا وأيضا السيدات اللي عم بيقوموا بهاي المشاريع والأعمال اليدوية شكرا لك شكرا كتير لكم شكرا للإخبارية ومنتمنى زيارتكم إن شاء الله شكرا لك ستناسي العجلاني ونحن اليوم من خلال هيك وجودك دعوة لكل الناس اليوم اللي يزوروا البازار بـ 19 و11 بفندوق جولدن المزة بأوتوستراد المزة شكرا لكم